السلام عليكم أسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا فيكم في اللقاء السادس من دروس تعلم أدوبي فوتوشوب في هذا اللقاء رح نتعرف على أداة crop tool أداة القطع الخاصة بها straighten الأمر straighten ضمن هذه الأداة وكذلك perspective crop tool أداة المنظور أو القطع المنظوري وكذلك نتعرف على خاصية fill contentware بالإضافة إلى الفرق بين استدارة الصورة واستدارة الطبقة عملية flip وكذلك عملية تحميل الخطوط والتعرف على النصوص والتعامل معها بالإضافة إلى مقدمة عن برنامج كلك وكذلك حل مشكلة الكتابة المقطعة باللغة العربية قبل ما نبدأ مثل ما عودناكم دائما الهنت الخاص باليوم اللي هي how to increase and undo in Photoshop اللي هي زيادة عدد مرات التراجع في برنامج الفوتوشوب عادةً بنروح لpreferences اللي هي اختصارها command مع k وبتظهر هذه النافذة بنروح لband performance أو الأداء وبنختار منه اللي هي history status وبتكون قيمتها مثلاً خمسين عدد مرات التراجع عممكن أزيدها وممكن أقللها حسب إمكانية وقدرة الجهاز إذن العدد مرات التراجع هون محددة بخمسين خلينا نشوف على البرنامج هون فتحنا الفوتوشوب نضغط على زر command k فتظهر الpreferences نختار منها اللي هي performance وبنروح لهاي المنطقة اللي هي history status من خلالها بنزيد عدد مرات التراجع أو بنقللها يعني على سبيل المثال لو يجينا حطينا تراجع بمقدار عشر مرات وضغطنا ok الآن خلينا نقوم بمجموعة شغلات مثلا هاي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هاي هدعش فلو قمنا بالضغط على زر command مع Z هاي مرة طبعا احنا ممكن نضل ضغطين على command ونضغط على Z باستمرار أكثر من مرة هاي اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة بتلاحظوا انه تراجع فقط لعشر مرات وبالتالي آخر مرتين أنا قمت فيهم ما رجعهم طيب عشان هيك بنرجع مرة تاني command K او control K عندكم في الويندوز وبنختار اللي هو performance وبنخلي عمليات التراجع خمسين مرة وبنضغط على زر اوكي اذا في هذه الحالة بيكون البرنامج في عمليات التراجع بمقدار خمسين مرة لو حبيت ازيدهم ممكن ازيدهم ولكن بدي انتبه لانه الجهاز عندي قدرته عالي عساس يتحمل كمان كمية تراجع اكثر لانه بتستهلك كمان من موضوع الداكرة هذا بخصوص موضوع التراجع بنجي لموضوع التاني اللي هي اداة الكروب اداة الكروب تول او اداة القطع هي اداة بستخدمها لحتى ازيل مثلا بعض الجزئيات انا مش عايزها من صورة واحيانا بستخدمها كمان لحتى اوسع الصورة ولكن فيها كمان مجموعة من الامكانيات المميزة بحيث بتساعدني في حملية الشغل طبعا اختصار الاداة هو حرف السي والادوات المضمنة معها ممكن ادخل لها عن طريق الضغط على شفت مع حرف السي اكثر من مرة لحتى اوصل للاداة اللي انا عايزة طيب نيجي لاداة الكروب ونتعرف على الخصائص الخاصة فيها مجرد ما اضغط على اداة الكروب او اضغط على حرف السي بتتفعل عندي هاي الاداة هاي الاداة بتعطيني اربع مقابض او عفوا مجموعة من اربع مقابض على الزوايا وكذلك مقابض بين كل زاويتين مقابض هاي بتساعدني انه اقططع مثلا جزء من الصورة فمثلا لو كنت انا مش عايز هذا الجزء وفقط بدي اللي هو البرج هذا برج بيزا لوحده او ممكن اجي اضغط واسحب لحتى احدد الجزء اللي انا عايزه وبعدها اضغط double click حتى احصل على النتيجة اللي انا عايزها اذا هاي الاداة بتساعدني انه مجرد ما اضغط عليها بتفعلوا هاي المقابض وبالتالي ممكن اجي اقططع اي جزء انا مش عايزه من الصورة فبضغط وباسحب لحتى احدد الجزء اللي انا بدي اياه بضغط double click فبكون احدد فقط الجزء اللي انا عايزه تماما هاي نتراجع command z command z الان احنا عندنا نرجع كمان مرة اذا المقابض بتساعدني انه اقططع جزء معين في خيار مهم لازم نتعرف عليه اللي هو delete crop pixel هذا الخيار شو ماله بكون مفعل في هاي المنطقة عليه صح فهو اذا كان delete pixels مفعل لما اجي احدد واقططع اي جزء من الصورة هذا الجزء بيتم اقططاعه وحذفه بشكل مباشر يعني ما بيضل موجود عندي ولكن انا ممكن الغي الصح هذا فبالتالي اجي اقططع من الصورة واعمل double click هي اقططع للجزء لكن لو رجعت للاداة مرة تانية او حتى لو ضغط على الصورة بتلاحظه انه حدود الصورة لسه خارج اطار العمل فبالتالي هي الصورة موجودة يعني لو زحتها الجزء اللي انا اقططعته لسه موجود ما انحذف ولكن الخيار الاخر اللي شفناه قبل شوي اللي هو delete pixel crop pixel هذا لو ضغط عليه وبعديها اجيت حددت الجزء البيض وضغط double click الاجزاء التانية رح تنحذف يعني لو اجيت احدد الصورة رح تلاحظه ان الصورة جاية فقط على مساحة العمل ما في زيادة برا وبالتالي تم حذف للزيادات الموجودة عندي تمام؟ اذا هذا بخصوص موضوع اللي هو الخيار الخاص ب delete cropped pixel طيب شو في عندي كمان امكانية بهاي الاذاة في عندي امكانية انه مرات انا ممكن اجي ارسم يعني اضغط واسحب ارسم مستطيل او مربع على الشكل اللي بدي اياه من الصورة فقط يعني وبضغط مصطرة بحرك هذا المستطيل يعني ممكن اجي احكي له انا بدي هذا هذا الجزء فقط على فرض فباجي برسم عليه هذا الكروب وبعديها بضغط double click جواته فبيكون اقتطع لي الصورة بشكل كامل بهذا الشكل اللي بظهر امامكم طيب نرجع تراجع على الصورة الاصلية نرجع مرة تانية الاذاة الكروب لما اجي احدد اداة الكروب غير انه المقابض اللي بتطلع وغير انه انا ممكن ارسم في عندي ممكن استخدم بعض الاختصار يعني على سبيل المثال ممكن استخدم طبعا حكينا الاختصار الاذاة هو حرف السي ممكن استخدم حرف الاول حتى اغير طبيعة الجريد او طبيعة الشبكة اللي بتظهر امامي فمثلا لو جيت انا حددتها الاذاة اخترتها بعدها ضغط حرف الاو مجرد ما اختار الاذاة اخترت حرف الاو بس اجي تحددت على الشكل رح تلاحظوا انه في عندي الشكل الشبكي مثلا طبعا هذا بساعدني في عملية ترتيب العناصر او احيانا استخدام بعض قواعد التصميم يعني مثلا الشبكة بهذا الشكل يعني باجي بحكي هاي قاعدة الاثلاث احيانا بستخدمها بس ممكن تكون موقعها مش بهذا المكان فاذا بدي اغير موقعها اللي هو هذا الشبكة بضغط على شفت مع او عشان اغير اتجاه المقطع الحلزوني وارتب عناصر التصميم في الصورة حسب الاقتطاع بالطريقة اللي انا عايزها عشان يكون في عندي قوة في التصميم فاذا بضغط على شفت مع او عشان اغير اللي هي كمان استدارة للشبكة الموجودة عندي اذا او بستخدمها حتى اغير نوع الشبكة وشفت مع او بغير اللي هي نفس الشبكة مع عمل روتيت لها حتى اوزع عناصر التصميم بالطريقة اللي بشوفها مناسبة عندي على الصورة قبل الاقتطاع حتى اقتطع بالشكل اللي انا عايزه طيب شو عندي كمان خيارات في نفس الاداة في هاي الاداة في عندي احياء كمان اداء اسمها اداة التعديل او فلما اكون مختار اداة لكروب بروح لأداة لستريتن وباجي بعمل خط هذا الخط مثلا برج بيزا هو برج مائل فبالتالي لما اجي ارسم عليه خط بهذا الشكل على الميلان الخاص فيه هاي الاداة بتساعدني انه تعمل تعديل للشكل بحيث انه يصير دغري او عدل بتلاحظوا هيك اصبحت الصورة شمالها يعني اوكي عدلي البرج بطل مائل صار برج في حال صار برج مستقيم طبعا لما عملت البرج مستقيم صار فيه انه اجزاء خرجت من نطاق الصورة يعني مثلا هون السماء هون نزلت لتحت فبالتالي فقط جزء منها طبعا انا في عندي كمان خيار اللي هو ايش انه انا اه هذا الجزء المفقود من السماء يعني ممكن اخلي البرنامج هذا الجزء هو يعمله بشكل دقائي كيف هيكون هذا الشيء انه بضغط على اللي هي content aware هاي بضغط عليها وبعدها يا اما بضغط صح يا اما double click نفس النتيجة للتنين هلا لما اضغط double click البرنامج بيعالج لي الموضوع اول شي راح يعمل موضوع straight بحيث انه البرج يكون مستقيم الشغلة الثانية انه انا بعد ما عمل straight صار فيه شوية rotation يعني فيه عملية استدارة هاي الاستدارة قدت انه افقد جزء من السماء فانا لما رجعت صار في عندي فراغ هذا الفراغ كيف عبيته اخترت انه content aware يتم تعبئته من خلالها بشكل تلقائي فبالتالي تم تعبئة هاي المساحة طيب احنا راح نتراجع شوي نرجع هيك البرج كان بالطريقة العادية فحكينا انه لو انا على فرض بديش اعمل straighten ولكن استخدمت هاي الاداة واجيت عملت rotate عملت استدارة ممكن عندي اعمل استدارة فيش مشكلة هلا لما اعمل استدارة بصير عندي فراغات في بعض المناطق يعني هاي المنطقة فيها فراغ هاي المنطقة فيها فراغ هاي المنطقة ايش فيها فراغ انا ما عملت straighten بس عملت استدارة فاذا كان هذا الخيار اللي هو content aware كان مفعال في عملية الاستدارة البرنامج بيعبي لي هاي المناطق الفاضية تلقائيا طبعا حسب الصورة في بعض الصور يمكن ما تتناسب معها بعض الصور بتتناسب يعني لو شلت الصح عن content aware كل ما عمل استدارة هاي شي زي ما انتم شايفين بفقد لي الاجزاء بحط لي مربع فقط على الجزء اللي مبين ولكن اذا حطيت content aware بوسع لي حتى الاجزاء اللي بصير فاضي في عملية الاستدارة هو راح يحاول يعبي لي اياه فبس اضغط double click شو راح يصير عندي البرنامج راح يحاول يعبي لي المناطق اللي اصبحت فارغة نتيجة عمل الاستدارة وبالتالي صار في عندي فراغات خلينا نشوف كيف حياة بيها اوكي زي ما انتم شايفين اه هذا الجزء طبعا كان فاضي في عبالية من السماء وواضح انه يعني نوعا ما جيد هذا الجزء كمان اه كمان فاضي عبالية يمكن هون شوي يكون في عندي خلل لانه اه في النهاية هو عملية معالجة تلقائية اه هون عبالية وكما انه المساحة جيدة وهذا كانت برضو النتيجة الجيدة اذا عملية الاستدارة لما اعملها بواسطة الاداة اذا بدي تتعبل فراغات الاضافية باختار content aware او بشيل الصح عنها وبالتالي راح يقيم لي او يقصر لي من الصورة ويزغرها تمام؟ الان موضوع الستريتن كمان مرة انا ممكن اضغط على اداة الستريتن اللي هي اداة انه تحولي الشكل لمستقيم واجي اضغط باستمرار واسحب على جزء مائل في الصورة وبعدها double click لحتى البرنامج يعدلي هذا الشكل زي ما حكينا اذا content aware مفعلي راح يعبيلي الفراغات بشكل تلقائي واذا مش مفعلي هيقتطع جزء من الصورة فالستريت مهمتها انه تعدلي هذا الشكل يعني احنا حطينا شكل مائل وهيك صار برج بيزا يعني غير مائل جاي بالصورة بشكل مستقيم اذا هذا بخصوص موضوع اداة الكروب تول باتمنى تكون واضحة للكم شفنا شو موضوع delete pixels فيها حكينا انه delete pixels في حالة كانت مفعلة لزيادات الخارجة الصورة هاي شو بصير فيها بتنمسح بشكل كامل في حالة كان مش مفعلة عملية القطع بتصير ولكن الزيادات بتظلها موجودة في حال انه انا رجعت عدلت على اي صورة بكتر ارجع لها عملية الاستدارة شفناها شفنا انواع اللي هي انواع الشبكة الموجودة فيها شفنا انواع الاستريتن قبل ما انتقل لموضوع تاني فيه شغلي بدنا نفهمها كمان في اللي هي موضوع اداة الكروب تول انه الاداة مش بس انا باستخدمها عشان انه اجي ازغر او اقططع جزء من الصورة كمان انا باستخدمها حتى اوسع احيانا الصورة يعني مثلا ممكن اجي اوسع الصورة للحدود الخارجية او الملف بدي اكبره فممكن اجي اسحبه اكبره من اداة الكروب وازيد عليه مساحة فهذا الشيء ممكن بصير عندي يعني ممكن بس تنتبهوا انه لما اجي اعمل توسية اذا ما بدي يعني بديش تعبئ لهذه الخيارات شو ما له كنت انت اوير هذا بديش افعله يعني بدي انا الاطار الابيض هذا فلما اجي اعمل الكروب خلص دبل كلك هي بعطيني المساحة بيضة هلا اذا كان كنت انت اوير مفعل يعني كان هذا مفعل وجيت انا اه والله اعملت زيادة مثلا من هاي الجهات اذا كان مفعل شو البرنامج رح يجتهد انه يعبيلي الحواف من هاي الصورة فبضغط دبل كليك فبيجتهد البرنامج انه تلقائيا يعبيلي الحواف هاي من الصورة عشان هيك هاي بتاخد لما يكون كنت انت اوير مفعل بتاخد شوية وقت عشان يعبيلي المكان اذا اما اذا بدي اضيف اطار ابيض او بدي اوسع بحط انا ايش بلغي الصح عن كنت انت اوير عشان يعمل ليها بطريقة اسرع لاني بدي مساحة مثلا اضافية فبتلاحظوا عملية اللي زيادة شو عملي فيها زاد لي عليها من الصورة يعني هو كبر لي الصورة وزاد لي عليها اشي من نفس الصورة عشان متبين يمكن مش دقيق يعني في بعض المرات او في منطقة بعض المناطق في الصورة فهذا حسب الصورة اذا احنا مثلا بدنا زي ما حكينا بدون كنتنت اوير واجيت حدد سحبت سعيتها بوسع الصورة اللون الابيض هذا هو اللون الخلفي لو كان اللون اللي تحت لون اخر كمان راح تتعبى بهذا اللون اللي بيكون موجود يعني مثلا انا اجيت كبرت وكان عندي اللون اللي بالاسفل مثلا اسود واجيت وسعت الملف كمان شوي بهذا الشكل راح تلاحظوا انه اللون اللي بوسع فيه كمان شو هو هو اسود هو لون الخلفي او لون الاسفل من الالوان الاساسي من الالوان الموجودة في البرنامج طيب هذا بخصوص موضوع اداة الكروب تول والخصائص الخاصة فيها خلينا نيجي لاداة ايضا موجودة ضمن مجموعة ادوات الكروب اللي هي بيرسبكتف كروب تول يعني لو رحت للبرنامج خلينا نختار صورة تانية شو هدف هاي الاداة؟ هاي الاداة موجودة هون اللي هي بيرسبكتف كروب تول الهدف منها انه احيانا انا بكون في عندي صور موجودة في ملف يعني انا في عندي صورة في جواها لافتة مثلا او في برواز هذا البرواز مش جاي بشكل مستقيم يعني انا بدي التصميم اللي جواته بس هو فعليا مش مستقيم فهاي الاداة بتساعدني انه تحكي الاداة البرسبكتف لما اضغط عليها بتساعدني انه اختار الزوايا تاعد الشكل اللي انا عايزه مثلا هذا والزاوي هاي فقط بحط نقاط على الزوايا وهي شو بتعمل هاي الاداة بس اضغط عليها double click بتجيب لي التصميم اللي في الاطار او في الصورة او في الاعلان اللي كان جاي بشكل مائل مش مستقيم بتجيب لي يا فلات بشكل مستقيم حتى انه استخدمه او اعدل عليه او اصمم عليه فهي اداة جدا رائعة حتى يعني شوفوا كانت عندي الصورة بهذا الشكل فلما حددت بواسطة الادا رجعت اعطتني ايها بهذا الشكل ناخد كمان مثال ثاني يعني مثلا عندي هذا بالبورد في الشارع وعلى فرض بدي ااخد اه هذا التصميم اللي على البيل بورد فطبعا او بدي ارجع اعمل بالتحديد بدي اروح لاداة التحديد مثلا سيبي المثال لبعض ممكن يحكي ليش ما اروح باداة التحديد لو عملت باداة التحديد البوليغونالتول وجيت عملت هيك اوكي بحدده بس لما اجي بدي اعمل مثلا ملف جديد والسق هذا الشغل يعني اوكي عملت ملف جديد وجيت عملت رح تيجي الصورة بهذا الشكل ما الي يعني واذا بدكوا تعدل عليها رح ممكن اتغلب فيها شوية. فهاي الاداة طبعا بتسهل علي كثير لانها بتعطيني الشكل اللي انا عايزه هذا فقط المعينة خروح لاداة ونيجي اه نحكي حددنا النقاط فيها طبعا اي النقاط واجيت وصلت للتصميم نهايته ها وبعدها الدبل كليك فخلص هي قصتلي الديزاين وعملت اللي بشكل مستوي وبطريقة جيدة بحيث لو بدي اعدل عليها او بدي ااخد شغلي او الى اخرها بشوفه بطريقة جيدة. تمام اذا هذا بخصوص اذاة نجي لا اه طبعا احنا حكينا عن موضوع اللي هي موجودة في اه اداة الكروب تول بس خلوني احكي عن موضوع الفيل كنتنت او اير ممكن استخدمه كمان في منطقة تانية غير اداة الفليب او اداة الكروب سوري يعني اوكي خلنا نروح لأداة الكروب العادية ونيجي نحكي بدنا نرجع الصورة زي ما كانت بهذا الشكل وبدنا كمان نديليت للكروب بيكسل هيرجعنا الصورة هلا لو انا اجيت على سبيل المثال وعملت اللي هو هاي الصورة عندي مثلا نسخة منها عملت هاي الصورة عملت نسخة الـ background لو كانت بيضة على one time مش مشكلة بس عشان تواضح تبين معكم الشكل الان لو اجيت مثلا عملت انا استدارة اللي هي نفس اللي كروب تولي مش شرط استدارة يعني خيانة بيكون عندي هاي تكبير فلما كبرت وعملت استدارة على فرض شو اللي صار عندي هذا الجزء شو ماله ناقص control sorry enter عشان يطبق الامر هذا الجزء فاضي هلا غير الـ content aware اللي كنت اعملها يعني هذا في حال انه احتاجت انه اكمل جزء ولكن مش باعدات الكروب فشو ممكن اعمل بدي احدد المساحة اللي باللون الابيض هاي اجي بحددها يعني ممكن استخدم مثلا اداة الـ magic wand احدد الصورة الصورة هون الطبقة تاعتها اجي اضغط في المساحة اللي باللون الابيض طبعا اخدنا بأدوات التحديد كمان ممكن ازيد اللي هو من select modify expand ازيد التحديد عشان يغطي مثلا مساحة اوسع اذا مش مغطي على فرض اربع بيكسل اضغط اوك حسيته برضو لساته صغير كمان مرة select modify expand هذا اخدنا في اللقاءات السابقة على فرض عشر بيكسل اضغط اوك برضو انه زاد عندي التحديد غطالي تقريبا المساحة المهم انه انا لازم احدد المساحة اللي بدي اعبيها كيف دخلي البرنامج اعبيها بشكل تلقائي غير اداة الـ crop tool انا بروح لقائمة edit بروح fill من قائمة fill هون تجي نهاية القائمة في عندي مثلا ممكن يكون foreground color حسب عندكم background color انا هون بدي اختار اشي اسمه content aware فاختار content aware وباجي بضغط على زر اه اوكي فهيك انا بحكي الى البرنامج انه هاي المساحة اللي انا حددتها بدي اتعبيلي اياها من نفس الصورة طبعا هذا الشيء زي ما حكينا هاي طريقة ثانية ولكن حكيت لكم انه هذا بيكون بشكل تلقائي وبالتالي مش ممكن في بعض الحالات ما يكون دقيق طبعا راح ناخد مثلا بعض الادوات اللي بتساعدنا بشكل يدوي اكثر انه احدد الاشيء اللي انا عايزي بس عشان نكون عارفين اللي هو موضوع content aware طبعا هاي بستخدمها كمان مرات بعض الحالات بكون عندي في الصورة شخصين ثلاث الثالث بدي اكفيه ممكن اجي احدده اروع على content aware راح نيجي لاحقا كمان لهذا الموضوع في دروس جاي طيب في عندي موضوع اللي هو image rotation استدارة الصورة وفي عندي layer rotation استدارة الطبقة وفي عندي كمان اللي هو موضوع flip خلينا نروح لبرنامج ونيجي لهاي الصورة مثلا اول شيء استدارة الصورة كاملة اما احكي عن استدارة الصورة كاملة هي بتشمل كمان الطبقات الموجودة في هاي الصورة يعني هاي الصورة لو كانت ما كانت لوحدها مش طبقة وحدي يعني في عندي كمان طبقات على فرض خلينا اضيف كمان مثلا طبقات اخرى لا الصورة هاي طبقة شكل مثلا سهم مش مشكلة هاي شكل ونضيف كمان مثلا طبقات اخرى هاي كمان سهم هاي مجموعة اشكال طبعا تعرفنا على مضوع الاشكال في المحاضرة السابقة على كل حال هاي صار عندي مثلا مجموعة الطبقات الصورة عبارة عن مجموعة الطبقات فلما اجي بأحكي بعملية الاستدارة للصورة يعني لكل الطبقات الموجودة عندي فباجي على قائمة امج وبروح لامج روتايشن امج روتايشن فيها اللي هي موضوع انه اعمل استدارة مع قارب الساعة تسعين درجة فلما اضغط عليها راح تعملي استدارة للصورة بمقدار تسعين درجة ولكل العناصر الموجودة فيها يعني لكل الطبقات فبرجع امج روتايشن مثلا تسعين درجة عكس عقارب الساعة اذا بدي ارجع زي ما كنت عندي مثلا امج روتايشن مقدار مية وتمانين درجة اللي هي تعملي رأسا على عقب تقلبلي الصورة بشكل كامل طبعا بتلاحظوا انه التطبيق بتم على جميع الطبقات امج روتايشن مية وتمانين درجة مرة ثانية ترجع زي ما كنت طيب هلا في بعض الحالات انا بحتاج انه اعمال ولكن مش لكل الصورة بدي هذا السهم مثلا هذا جاي هيك بدي السهم هذا يكون معاكس له طبعا في عندي عملية استدارة وفي عندي عملية عكس فلب هلا اذا بدي بس احنا الفرق بين الامج بتطبق على كل الصورة يعني مثلا انا لو جيت بدي اعكس فلب من قائمة امج مش رح يزبط معي لو رحت حطيت فلب كان بس روزنتل رح يخلي اليمين شمال والشمال يمين بس ايش كل الطبقات تلاحظوا عكس الصورة وعكس كل الاسهم يعني امج روتيشن فلب مرجع ليهم زي ما كانوا باتجاه اسهم اليمين قبل شوي صاروا شمال بس الصورة كمان صارت بالعكس وكمان حتى الارنب صار وجوه بشكل الجهة المعاكسة انا زي ما احكينا هاي امج فلب هيرزنتل شوفوا كمان الارنب رح للجهة الثانية العصور صار مكانه اذا هو بقلب لفلب بخلي اليمين شمال والشمال يمين بس ايش لجميع الطبقات طيب هلا انا لا بدي انه بس على فرض مثلا السهم هذا يكون وجهه معاكس او الارنب هذا يكون وجهه بالاتجاه المقابل ففي الحالة هاي بدا روح لقائمة edit واختار transform يعني مش لقائمة image بدا روح ل edit اختار transform باجي بحكي له في ال transform flip horizontal عكس لي اياه بشكل افقي فاعكس لي ايش هاي الطبقة فقط نفس الشيء لو بدي طبقة ثانية باجي بحددها قائمة edit transform وباجي بحكي له ايش flip horizontal هاي بكون عكس لي كمان هاي الطبقة فقط فهيك بكون عكس طبقة واحدة فقط مش كل الصورة هلا اذا بدي كمان rotate او استدارة لطبقة واحدة من قائمة edit بروح نفس الشيء transform هلا هون عندي ايش اللي هي rotate rotate مثلا تسعين درجة clockwise تسعين درجة مع قرب الساعة اذا بصير السهم اه للأسفل تمام اذا هذا بخصوص عمليات الاستدارة والانعكاس الخاصة سواء كانت بالصورة ككل او بالطبقة بشكل منفصل منفصل منيجي الى موضوع الخطوط وتحميل الخطوط الخطوط العربية الى اخرين هلا اه في البداية دائما خلينا شوف كيف عملية تنزيل الخطوط اه طبعا في مواقع كثير ممكن على الانترنت ابحث انا عن فونت او arabic font او free arabic font راح تلاقوا عدة مواقع لكن في هذا الموقع اللي هو اه arabfonts.com من المواقع المميزة اللي موجود فيها اه خطوط فيها سلاسة في اه التعامل فخلينا نروح على هذا الويبسايت اللي هو اه arabfonts.com طبعا هذا الموقع اه من المواقع زي ما حكينا اللي هي فيها اه كمية جيدة من الخطوط و اه وفي تقسيم للخطوط فمثلا يعني عندك خطوط عربي جديد خطوط قنوات شركات خطوط حرة مثلا خطوط رقحة خطوط ديواني مغربي نسخ كوفي مصنفة غير مصنفة مربعة الى اخرين فمثلا ممكن اجي احكي خطوط العنوين والاعلانات اه فراح تشوفوا انه في عندي هون مجموعة من الخطوط اوكي و فممكن الواحد يستعرضها والخط اللي بده اياه يجي يعمله مثلا اه تنزيل هلا في عندي اه كمان مثلا خليقني احكي مثلا اللي هي اه خطوط مربعة فباللاحظ انه في عندي اه هون كمان مجموعة من الخطوط اه الخط اللي اه مثلا بدي اياه انا ممكن اجي اه اخط اللي هو تحميل للخط تنزيل وباجي كمان مرة لهون تحميل مباشر فبتلاحظوا انه نزلي الخط عندي هون طبعا اه يعني في الويندوز انا ممكن اه بس اروح لمكان التنزيل اضغط عليه باليمين اخط تنزيل الخط او ممكن اه في الماك انا بضغط على الخط وباجي بحط انستون فهو بنزلي اياه وبجيب لي اياه على الجهاز فالخط اللي بنزله بصير موجود عندي اه على البرنامج اه طبعا موضوع الخطوط ليش احنا بنحكي عن الخطوط يا جماعة لانه دائما الفرق بين المصمم والمتقن هي اه وبين الشخص العادي هي في التفاصيل فدائما طبيعة اختيار الخطوط طبيعة التعامل معها شيء مهم جدا اه هل الخطوط اللي انا اخترتها متناسقة مع بعضها البعض اه احجامها متناسبة في عندي فراغات في التصميم بشكل جيد هذا كله بلعب دور في عملية اه اللي هي انه يكون في عندي شغل اه جيد مقبول اه طبعا في عندي في الموقع حزم الخطوط هلأ في حزم الخطوط يعني ممكن تحمل بكش كامل مع بعض اجب احكي مثلا اه الخطوط الديواني استعراض وتحميل فهون في الحزم بيجيكم هون تحميل اه ZIP File اه ساعتها ممكن يحملكم مجموعة خطوط مرة واحدة بدل ما تحملوا واحد واحدة فبتضغطوا مثلا تحميل اه حيجيكم الملف في هذا المكان اه طبعا الملف مضغوط اه حكينا انه ممكن بدكوا تفكوا اللي هو اه الضغط عن الملف بتاعكم اه اذا كان بالويندوز بضغط باليمين بدأ اختار استخراج الكل او اللي هو اذا كان عندكم اه وينرار بدرو على وينرار واختار اكستراكت فايل هير مثلا اه الماك يعني ده اضغط double click وبيعمله استخراج في نفس اه الموقع عملية التنزيل زي ما حكينا اذا ويندوز بضغط باليمين وبختار ايش اللي هو تنزيل الخطوط يعني لو مجموعة كمان بختار بحددها تنزيل الخطوط الماك بدي اضغط عليه double click واشغله على كل حال هذا بخصوص اللي هو كيف انه انزل اه خطوط من الانترنت وكيف اخطهم على الجهاز طبعا اه زي ما حكيت لكم هون في مجموعة خطوط كثيرة يعني عدة خطوط اه كثيرة وكذلك في قطوط مميزة ممكن كمان اه اذا يعني ممكن في مواقع انترنت اخرى تبحثوا عنها على الانترنت بس هاي احد المواقع وانتوا تشوفوا اذا بدكم مواقع تانية طيب خلينا نتطرق لموضوع تاني اللي هو ما انا حكينا عن الخطوط اه في برنامج اللي هو اسمه click اه هذا البرنامج بيساعدني انه اكتب بالكتابة بطريقة شبيهة بالكتابة او بالخطوط اه اليدوية اه طبعا هذا البرنامج متاح للويندوز اه فبالتالي اه لاحقا ان شاء الله بحاول اعمل لكم اه يعني اعملكم شرح بسيط عنه اه هذا البرنامج بيتيح لي انه احدد نوع الخط يعني على فرض نسخ او رقعة او او غيره اه بحدد لي انه اه هروح اكتب النص اللي انا عايزه هو بعطيني نص مجرد من اي اه كتابة يعني من اي اه نقاط و اه مثلا سطر هذا باجي بحدده بروح بعمل له ادت باجي بكتب الكلمة اللي بدي اياها بعطيني الكلمة بدون اي نقاط هلا اه لاحقا انا ممكن اي جزء من الكلمة يعني مثلا هذا المقطع بطرط عليه باليمين بعطيني شو الخيارات المتاحة بهذا الخط يعني مثلا الميم جاي بهذا الشكل او الميم جاي لتحت او السين مندودة اه ممكن استخدم ادوات التطويل هون الايطالة والتغيير في النمط من هذا المكان يعني على فرض الراء ممكن اجي على حرف الراء هون احدد المقطع هذا واغير الراء حسب المقطع فتغير عندي شكلها مثلا اه ممكن حرف الالف اقصره او اطوله حسب الحاجة من هذا المكان اه ممكن اه النقاط في عندي هذا الموقع وهي المعينة بسحب منها النقاط في المكان اللي عايزها لانا عايزه بسحب الزخارف ووزع الخط بالطريقة اه اللي بديها فهذا البرنامج من البرنامج اللي ممكن استخدمه لانشاء عنوين يعني بطريقة مميزة احيانا بعض الكتابات اه تكون شبيهة بالخط بالخط اليدوي اه ومن البرامج المستخدمة في عالم الخط طيب اه خلينا اه نيجي لموضوع اللي هي اه حل مشكلة اه اللغة العربية اه في كثير من الاحيان اول ما تنزلوا برنامج الفوتوشوب اه حيصير عندكم مشكلة انو الكتابة اه مكسرة تمام اه فاذا صارت معكم هاي المشكلة لازم تروحوا على اه طائمة اه اللي هي command key او preferences وتختاروا type ومن type بدي اروح اختار الخيار الثاني هذا text engine بدي يكون middle eastern and south asian وبعد ما اضغط اوكي لازم اعيد اسكر البرنامج وافتحه اه برة ثاني حتى يظهر طيب هلنجرب مع بعض هلا عندي انا البرنامج لانو انا احط الخيار وبالتالي مش رح يكون عندي مشكلة يعني لو جيت اكتب بالعربي خلينا اكبر الخط كمان شوية احنا بنيجي نحكي عن الخط بس لو جيت اكتب او اكبر الخط يعني الخط فيش عندي فيه مشكلة من ناحية التكسير تمام اه الان خلينا اغير الخيار وارجع افتح البرنامج مرة ثانية طبعا زي ما حكينا بدي اروح على command key انا وبدي اروح لخيار type بدي اتأكد انو middle eastern هادي and south asian انو اه مفتوء يعني مختارة اذا كان الوضع عندي east asian بكون الخط مكسر طبعا بس دائما لو اخترت اي خيار لازم شو اعمال انو هذا في الحالة هاي لازم اسكر البرنامج اوكي don't save ولازم ارجع افتحه بعد ما اسكره لازم ارجع افتحه مرة ثانية طبعا احنا في الحالة هاي احنا عكسنا الاشي يعني الخط كان عندي بكتب مضبوط بس عشان اوريكم كيف رح يصير الان واخد ملف جديد سريعا اوكي ناخد اي فور مثلا الان لو جيت اكتب عربي رح تصير عندكم هاي المشكلة زي ما حكينا ليش لانو الانجين انا تغيرته فالحل تبعها مثل ما حكينا بضغط على command k بروح لتايب رح يكون عندي east asian انا بدي احولها الى middle eastern and south asian وبعد ما اضغط اوكي ما بتطبق مباشرة لازم اسكر البرنامج وارجع افتحه مرة ثانية اوكي ناخد اي فور الان لما اجي اكتب تلاحظوا انه الكتابة صارت معي بشكل جيد تمام خلينا نكمل اذا هذا بخصوص اللي هو موضوع مشكلة العربي اذا كانت فيها مشكلة او مكسرة عندكم انا بنيجي لموضوع اللي هو النصوص والكتابة والخط وغيرها في عندي اللي هي في البرنامج مجموعة خصاص اول شي اداة الكتابة اللي هي حرف T بضغط على حرف T اللي هي text يعني اختصار لtext فبتتفعل هاي الأداء مجرد ما خلينا نروح للبرنامج مجرد ما اخترت حرف T اللي هو في هذا المكان في عندي الشريط العلوي هذا موجود شريط الخيارات راح يعطيني مجموعة خيارات فمثلا انا طبعا للكتابة ببساطة اختار هذا الحرف في عندي آليتين للكتابة الألية الأولى انه اضغط ضغطة واحدة فقط اجي اكتب وممكن اضغط في مكان لتحت شوي واسحب الكتابة في المكان اللي انا عايزها الألية الأخرى اللي هي بستخدمها للفقرات انه اضغط واسحب باستمرار حتى احدد مكان الكتابة طبعا شو الفرق بين الألية الأولى والتانية الأولى بستخدمها في حالة العنوين التانية بستخدمها في حالة عندي أكثر من سطر ليش؟ لما انا اجي اكتب مثلا تلاحظوا انه خلص كمل السطر الأول في المساحة اللي حطيتله اياه هنزل للسطر اللي البعديها بشكل تلقائي المربع هذا بساعدني انه اوسع المكان بحيث انه الكتابة تطلع لفوق كمان اذا كان في كتابة تحت بساعدني انه انقل المربع بشكل كامل الطريقة اللي قبلها اللي حكيناها قبل شوي انه اضغط ضغط واحدة بس واكتب هاي شو بصير فيها؟ بصير لما انا اجي اكتب مهما ضلت اكتب بتضل هالكتابة ايش على سطر واحد لازم احط انتر بس هذا بساعدني في حال انا بدي فقرة هذا شيء ما بيزبط معي لازم استخدم الاسلوب التاني اللي هو اعمال مربع للكتابة وهذا المربع بتحكم فيه عشان يساعدني في ترتيب النص بالطريقة اللي انا عايزها طيب غير انه موضوع انه اعمل مربع او ابلش بشكل مباشره عملية اللي هو تحرير الخط انه لازم احدد النص اللي انا عايزه يعني بضغط باستمرار وباسحب وبعدها بتروحوا للخيارات في الاعلى الخيارات يعني شبيهة باي برنامج محرج نصوص زي الورد او غيره في المنطقة هاي امثلا في عندكم حجم الخط يعني مثلا ممكن اجي اختار حجم معين اصغر او اكبر حسب الحاجة الموضوع الثاني انه هذا الكتابة ممكن اجي اختار من القائمة الموجودة وممكن اجي اكتب كتابة حجم الخط بالطريقة اللي بدي اياها اجي اكتب مثلا 32 تمام في بعض الحالات اذا كان الرقم بالهندي يعني بهذا الشكل ممكن ما يطبق لكم اياه البرنامج فبتكون تضطروا وتحولوا لعربي بهذا الشكل طيب وبعدها بتضغطوا انتر بتطبق الناحية الاخرى في عندي اللي هي طبعا اللي هو نوع الخط اللي بدي استخدمه فبالتالي باجي باختار نوع الخط من هذا المكان وباجي باختار روح يطبق عندي طبعا المربع انا ممكن اوسع مكان الكتابة عشان اضب النص مثلا في بعض الحالات في عندي كمان اللي هي المحاذة يعني محاذة الى اليمين توسيط محاذة الى اليسار في عندي كمان هون اللي هو لون الخط فبالتالي ممكن اختار اي لون انا اعيزه واطبقه على الخط واضغط على زر اوكي هيتطبق في عندي كمان عمليات اللي هي الاستدارة هاي بخليها شوي وفي عندي هون اللي هي الخصائص طبعا هون بكتن في عندي هون طبعا الخصائص الاضافية يعني التفصيل هون الخصائص الاساسية للنص اللي هو زي نوع الخط حجمه بدي اياه مثلا هذا الخط فيش منه الا regular اللي هو عادي في بعض الخطوط خصائصها بتعطيني اللي هي مثلا خط ماء العريض الى اخره فمثلا لو جينا اخترنا خط تاني نشوف شو في خصائص مثلا بتلاحظوا هون في عندي مثلا مائل ممكن استخدمه ممكن استخدم عريض الى اخره فهاي بناءا حسب نوع الخط الخيار هذا بيكون موجود او لا او حجم الخط والمحاذا هاي الامور الاساسية اللي انا ممكن استخدمها مع الخط اه في امور اخرى مفصلة في ايش في الخصائص الخاصة بالخط بالخط اللي هي character والparagraph هذا اللي ممكن اجيبهم من هذا المكان ممكن اجيبهم من هذا المكان كمان اللي هو هذا الكاركتر للحرف وهذا الparagraph للفقرة ممكن لو مش موجودين في هذا الشريط كمان من قائمة ويندو اروح مثلا الparagraph اجيبهم بهذا الشكل طيب هون صار في عندي خيارات اكثر للنص فبنيجي للكاركتر اللي هو اه ممكن اسحب اله هذا الparagraph خليه الى تحت شوي هلا بنيجينا الكاركتر فيها اول شيء اللي هو نوع الخط هلا انا بدي هذا الخط او بدي اختار مثلا اه خط اخر هل هو regular bold الى اخرى هذا حكينا هذا حسب نوع الخط هذا الخط مثلا فش في الا regular خط الاخر مثلا فيه شفنا italic و bold و الى اخرين بعدها باجي الى ايش اللي هو حجم الخط هون حجم الخط عندي اتنين وثلاثين اعممكن ازيده على فرض 48 هون المنطقة هاي المخصوصة بتباعد الاسطر فهون محطوط automatic في حالة انه يعني مثلا لو صغر الخط هتصغر القيمة لو كبر الخط هتكبر قيمة الفراغ بين الاسطر ولكن انا مثلا في بعض الحالات تباعد الاسطر بيكون يعني انا بحتاج تباعد اكثر فهون مثلا 36 يمكن اجي احكيله انا لا بدي التباعد على فرض 38 حسيت انه قليل ممكن اجي احط 45 صار التباعد اكثر يمكن اجي احط مثلا 55 فصار التباعد افضل فحسب الحاجة انا ممكن ازيد التباعد او اقلله من هذا المكان تمام الان في عندي اللي هو هاي المنطقة اللي هي نسبة مئوية هاي اللي هي بتساعدني انه امغط الخط بس هاي طبعا مش دائما بستخدمها وفي بعض الحالات بتكون بتشوه يعني مثلا هذا الخط صفر اللي هو العرض تاعه فانا ممكن ازيد العرض اللي هي امغطه بشكل افقي يعني مثلا لو اجيت حطيت من هاي القائمة 25 هيك انا بمغط الخط بسحبه في بعض الخطوط بتزبط معي في بعض الخطوط بتصير مشوه هالخطوط هيك 75 يعني ما غطت الخط طبعا خليني احط كتابة باللغة الانجليزية كمان عشان توضحها بشكل اكبر راح ايش يحط لي هون في عندي فراغات ويسحب لي الخط بشكل عرضي ووسع لي فعن هون في عندي نص تلقائي فانا مثلا هون عندي التباعد 55 بدنا خليه على فرض ونروحنا اوكي لا احنا غيرنا التباعد والاسطور هذا 75 بدنا خلي 200 فتلاحظوا انه حط لي فراغات زيادة اضافية بين الكلمات والاحرف فعن هذا بعتمد على طبيعة الخط في بعض الخطوط العربية ممكن يمتد معي بين خلال اللي هو الزيادات في الاحرف نفسها بعض الخطوط مش مش مهيئة لهذه الزيادات فبعمل لي فراغات او تقطيع الها ما بتزبط فهذا حسب الحاجة انا ممكن احطه احيانا بحتاج اني اضب النص فبدل ما يكون مسافة التباعد كبيرة باجه بحطها مثلا مش بس صفر ممكن احطها اقل من صفر انه الاحرف تلزع بعضها بزيادة شوي فبصير ايش ضغط في الكلمة بس طبعا هذا مش محبذ انا خلينا احط الارغراف لليسار اوكي هذا مثلا خمسين خليت النص يكون مضغوط على بعضه تمام فايش هون بتحسوا انه الاحرف لزع بعض كثير خلينا نجرب بالعربي كمان الخيار اللي حكينا عنه يعني لو جينا هون بدل خمس وسبعين نحط سالب خمس وسبعين تلاحظوا انه ضغط الاحرف صار الكلمات الاحرف قريبة من بعض اكثر طلعت كلمة لفوق عشان صار في فراغ فهون لا نحطه مثلا خمس وسبعين صار مبحبح اكثر خمسين مثلا فهاي ايش مقدار الفراغات بين الكلمات وضغط للاحرف كمان يعني هي ضغط للاحرف بشكل اساسي اكثر من هون المسافة بين الاحرف خلينا نحكي بشكل عرضي بين الحرف والحرف هون اللي هي نسبة الخط هون مية في المية بشكل افقي فلو جيت حكيت مية وعشرين هون عملية مغط مية وعشرين في المية بسحب لي الخط بس هذا زي ما حكت لكم احيانا بشوه الشكل لو حطيت تسعين يعني انا بقلص اللي هي بحاول اضغط الخط لجوه اضبه على بعضه هون هذا الخط يعني مرتاح عالمية في المية ما فيه داعي اضغطه او اوسعه هون الارتفاع تاع الخط طبعا ارتفاع يعني مرات فيه خطوط بتحس انه عالي كثير فبدك تهبطه فبتنزل النسبة الارتفاع تاعته فمثلا هون مية في المية ممكن ارفعه اجي احكي مية وعشرين في المية حس انه ايش مغط لي الخط للاعلى طبعا بالخط هذا مش مناسب لكن في بعض الخطوط ممكن يكون الخط مطاول كثير وبده اجي اضغطه شوي فبحط تسعين او تمانية في المية عشان ايش اضبط الخط بشكل افضل طيب نيجي كمان لخيارات ال بين الاحرف احيانا مثلا في بعض الاحرف مثلا الخاصة العربية بتيجي على الحرف بكون كأنه مقطع النص يعني بتشوفوا الاحرف ما فيهم فراغات هون كيرني فهاي ممكن انا طبعا هذا حسب طبيعة الخط هون الحين فعال عندي انا متريكس انا بخليها متريكس عشان ما بينش الفراغات ها دولا بين الاحرف في بعض الحالات بكون الخط معطيني خيار انه احط فراغات بينهم طبعا بالعربي ما بالزمني بالمنطقة هاي نيجي لموضوع اللي هي ستة بيس لاين شيفت بيس لاين شيفت خلينا نيجي على ممكن ارفع حرف بقيمة معينة يعني مثلا على فرض بدي اخد حرف اي والام مثلا واجي ارفعه بمقدار خمسة عشر نقطة تلاحظوا انه رفع لي بالقيمة اللي انا حددتها يعني ما بعرف اذا متى ممكن نحتاجه بس على يعني في حالة انا مثلا بدي خط مرتفع او بدي قيمة تربيع او بدي اكس انا ممكن استخدم من الاختصارات الموجودة هون يعني على سبيل المثال لو اجيت حكيت انه في عندي معادلة حكيت انه اكس على فرض اتنين زائد واي تلاتة او خلينا نحكي واي تربيع على فرض زائد اكس تكعيب الى اخره فمثلا اذا بتحط اكس اتنين الاتنين بتكون مرتفعة باختار هاي اللي هي مرتفعة فبتيجي عندي اكس تربيع مثلا بدي احط هاي اكس تربيع مثلا هاي واي اتنين يتكون اتنين تحت يعني انه تبين انه هاي واي اتنين اكس تكعيب بتكون لفوق فبختار هاي اكس تكعيب اذا هدول الخيرين بساعدوني ان احط تربيع وتكعيب للمعادلات من هذا المكان لو بدي خط مصطر انا باجي بحدده اغيير لونه بس طبعا ممكن احدد جزء من النص وغير لونه لوحده فبدي خط مصطر ممكن احط له سطر بهذا المكان بدي خط مشطوب أو على خط في الوسط ممكن أختار هذا الخيار على فرض بدي الأحرف كلها capital letter هاي هذولا small letter بدي أحولهم لcapital فباجي بأختار هذا الخيار بحول لي كل الcapital إلى small في عندي خيار هذا العكس لو كنت أنا كاتب capital بدي أحولهم إلى capital ولكن بخط صغير يعني شوفوا هذا capital ولكن حجمه بكبر لما أحطه هون هذولا small بحول ليهم لcapital ولكن حجمه بحجم الخط الصغير فبينه عندي وممكن أحط اللي هو bold تعريض للخط طيب هذول بخصوص كمان هالاختصارات خليني أجي شوي للparagraph الparagraph كمان فيها شغلات مهمة الparagraph هون بحكي عن فقرة خصائص الفقرة فلما أجي أحدد ممكن أخلي الفقرة محاذاة باتجاه اليسار أو توسيط وسط للنص كله أو محاذاة باتجاه اليمين ممكن الفقرة تكون كلها محاذاة لليسار وآجي مثلا كلمة معينة أو جملة أحددها وأحطها هاي محاذاة في الوسط في عندي كمان اللي هو الضبط اللي هو هذا الضبط ومحاذاة اليسار اللي هو justify ضبط ومحاذاة وتوسيط ضبط ومحاذاة إلى اليمين فلو جيت على النص هذا وحطيت له ضبط شوفوا شو اللي بصير إنه النص لازم يكون ملتسق بالحواف تاعة المربع من البداية للنهاية عشان يكون شكله أجمل فهو ممكن أستخدم اللي هو أيش الضبط طبعا الضبط بيختلف حسب طبيعة الخط وحسب كمان الخيرات اللي أنا بعدلها على الخط في الخيرات العلوية بعض الخطوط يعني بكون الضبط طبعها من خلال الفراغات بعض الخطوط بتكون الفراغات تعالتها من يعني فراغات بين الأحرف فراغات بين الأحرف وفراغات بين الكلمات إلى آخر الآن في بعض الخطوط الأجمل إنه هتكون محاذاة في بعض الخطوط الأفضل إنها هتكون شمال وضبط عشان تعطيني المساحة اللي بدي إياها وهذا بيعتمد على حجم يعني كمية الخط وحجمه خلينا نأخذ خط حجم صغير وأجي أعمل له ضبط زي ما أنتوا شايفين صار شوي أفضل مقبول أكثر من إنه بالحجم الكبير وأحيانا حجم المربع كمان ممكن يساعدني في عملية ترتيب العناصر طيب الضبط إذن بيخليلي الحواف من اليمين لليسار شمالها متساوي وبالتالي بيعطيني تناسق أكثر ممكن أحط محاذاة لليسار بيبين عندي في فراغات في هذا المكان أحيانا أنا ممكن أستخدم عملية شفت أو عملية اللي هي إزاحة لحد معين مثلا من اليسار أو إزاحة من اليمين هاي مثلا بيكون عندي نص كثير وباجي لنص كله نعمله ضبط في مكان معين من النص باجي بحكي إنه هاي الفقرة مثلا على سبيل المثال بيدياجي أحط لها إندنت مقدار خمستاش اللي هي عملية إزاحة طبعا هاي ليش زاحة الكل معين محدد